اهلا بكم الى موجز لأهم الانباء قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس ان غارة الاحتلال الاسرائيلي التي استهدفت قطاع غزة المحاصر فجر اليوم امتداد للعدوان الذي يشنه الكيانات صهيوني على كامل الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس والداخل المحتل والضفة التي شهدت امس استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين بجنين واكد الناطق باسم الحركة حازم قاسم ان الاحتلال يحاول من خلال عدوانه على غزة افشال تصاعد الفعل الثوري للفلسطينيين مشيرا الى ان المقاومة ستظل الذرع الحامل للفلسطينيين في كل مكان هذا وشن طيران الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم سلسلة غارات جوية على عدد من المواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة المحاصر ما الحق دمارا وخربا كبيرا بالقطاع كما قصفت طائرة استطلاع صهيوني موقعا على طريق صلاح الدين وسط غزة قبل استهدافه بواسطة طائرة حربية ما ادى الى تدميره بالكامل دون تسجيل اي اصابة في صفوف الفلسطينيين افادت وسائل اعلام افغانية بوقوع اربعة انفجارات متتالية صباح اليوم بالعاصمة كابل وقالت مصادر اعلامية ان الانفجار وقع بالقرب من احد المعابد لافتة الى ان مسؤول الامن لم يقدم اي معلومات بشأن الانفجار جاء ذلك بعد انفجار اخر شهدته العاصمة مساء امس اصفر عن وقوع ضحايا ومصابين وتبناه تنظيم داعش الارهابي بموضوع اخر قضى سبعة وستون مسلحا من حركة الشباب وجرح اخرون في هجوم نفذته القوات الصومالية في مدينة جالامودور وسط البلاد وقال وزير الاعلام الصومالي ان السكان المحليين والقوات الاقليمية صدوا الهجوم الذي شنته حركة الشباب على المدينة مشيرا الاعتقال مسلح كان بصدد تنفيذ عملية انتحارية مضيفا انه تم استعادة الهدوء النسبي في المنطقة شاركت الجزائر في حوار الاعمال بين روسيا وافريقيا المنعقد على هامشي منتدى سان بيترتبرغ الاقتصادي ممثلة بوزير الصناعة احمد زغدار وذلك بمعاية الوزير الاول لجمهورية افريقيا الوسطى ووزراء عدد من الدول الافريقية وقد اشرف على اشغل هذا الحوار ممثل وزارة الخارجية الروسية الذي القى كلمة بالنيابة عن وزير الخارجية الروسي سيركي لافروف في هذا الاطار ذكر الوزير الجزائري بدور الجزائر التاريخي والايجابي في القارة الافريقية وسعيها الدؤوب للحفاظ على المصالح الحيوية للقارة هذا وجدت الجزائر وكمبل الاتزامهما بمبادئ عدم الانحياز والعمل الافريقي المشترك لترقية علاقات متوازنة سلمية وديمقراطية على الساحة العالمية جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الاوغندي يورو موسيفيني لوزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة بصفته مبعوثا للرئيس عبد المجيد تبون واخلال اللقاء سلم رئيس الدبلوماسية الجزائرية الرئيس الاوغندي رسالة من نظيره الجزائري تتعلق بعلاقات الأخوة والصداقة والتعاون بين البلدين قال المستشار الألماني أولف تشولز إنه من الضروري استمرار الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعضف المسؤول الألماني في تصريحات صحفية أنه من الضروري أن يتحدث بعض القادة مباشرة مع بوتين في إطار جهود وقف الحرب في أوكرانيا للإشارة فإن تشولز والرئيس الفرنسي إيمانويل مكران أجري عدة محادثات هاتفية مع بوتين بشكل منفصل وجمعي منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أواخر فبريل ماضي ختام الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر